طب هذا الإنسان طويل الأمل ده الذي لا يخطر الموت على باله بتعرض له قضايا شتى يحتاج فيها إلى فتاوى فيقوم يذهب إلى من يتوقع أن يفتيه على هواه وهو يعلم أنه مبطل وهو يعلم أنه مبطل من أعجب الفتاوى التي سمعتها أمس سمعتها بأذني ورأيتها بعيني أمس بس في بعض القنوات واحد بيسأل في برنامج ديني المزيع بيسأل الضيف وبيتكلم عن الجهاد في سبيل الله وعن القتال فحصل مدخلة من امرأة المرأة دي تكلمت عن كاس إفريقيا وعن المكسب اللي احنا أحرزناه في إفريقيا وإيه الكلام دا هوت وإنه احنا بنقاتل علشان نرفع سمعة البلد ألا يعد هذا من الجهاد قال نعم هذا من الجهاد في ناس كت ما بيقولش لا إذا عرضت عليه فكرة حتى لو كانت باطلة قال ليه من الجهاد ليه إيه يعني اللي فيها دي ده هذا اسمه لعب ما له قيمة واخدين الصفر الكبير في ميدان الجد فما يغنينا أن نحرز الدرجة الأولى في ميدان اللعب الأمم لا تقاس باللعب الأمم تقاس بالجد والاجتهاد فأنا لما آجي أنا وأعتبر إن دا من الجهاد في سبيل الله أو دا من القتال هذا هو التحريف بعين ففي ناس تبحث دائما عن الفتوى التي تريدها لا ما يريده الله عز وجل من العباد السبب في المشكلة دي كلها إيه طول الأمل ينسي الآخرة ويجعل المرأة متبعا لهواه